دقري ايضا شي يقول من هم المثقفين حدد رجعا الذين يدعون للمثلية المرحدين عن السحاقيات هذا الكلام انا رديت عليه قلت له جاوبته قلت له كلام ربط جزافي ما علاقته قلت له ما علاقة المثقف بما تقول يعني المثقف فتا هذا مثقف ما علاقة بالمثلية ليش تربط هذا بهذا يعني هذا الكلام القياس المنطقي الارسطي القديم اللي استخدمه عن رجال الدين قياس فاسد جدا زي ما يقالف انا ممكن اجي معاه وقول له يا با انا راح اقيس بطريقتك واقول مثلا هناك علاقة بين الارهاب والدين المعنى انه انت المسلم يقول انه الاسلام هو كذا وكذا انا اقول له ايضا هنا مسلم وهنا متقف المثقف يقول له علاقة بالمثلية والملحدين والالحاد زي انا اقول لك ايضا المسلم له علاقة بالعنف والقتل وغزو الناس وسبيل النساء واقتصابهن وبيع الاطفال والنساء ونهب الاموال هذا ايضا مسلم هل هذا هو المسلم تقبل اذا هذا اذهب القرآن اذهب الى كل مكان تجد هذه هي مواصفات المسلم فبهذا الربط الجزافي الامور يعني ان نجعل الامور فيما بيننا تدخل في حلبة صراء ومغالبة ومنافسة خارج العقل وخارج المنطق وندخل في منطقة العاطفة انا اريد نطلع من هذه المنطقة اريد نتفهم ضرورة المثقف ما هو المثقف ما هو والدين ما هو تأثيره كيف نخرج من من حلبة الصراع هو هنا القضية قضية مو ان ندخل بحبلة الصراع نخرج من حلقة الصراع انت جيد تحدثني انه المثقف هو ملحد علماني العلماني سيء والمسلم هو الوحدي الجيد اوليجي والعلماني يقول الملحد يقول المسلم هو انسان سيء والمتدين هو انسان دين انتهى وهكذا هذا كلام ما راح نخص من عندك فالشخص قلت الربط هذا جزافي مجرد محاولة الاساء للمثقف المثقف هو الذي المثقف والمفكر هم الذين نهضوا بالغرب وهم الذين اطلقوا حركة التنوير وطوروا الانسان ونشروا حقوق الانسان من الذي وضع حقوق الانسان هم المثقفون ونفكرون لم يضعوا رجال الدين بالعكس رجال الدين قواموهم المثقف الحقيقي الحر هو الذي عليه الاعتماد الآن المثقف الحر هو الذي يقول لك هذه القضية فيها اشكالات كذا وكذا وكذا المثقف الحر الناقد والقاسي طبعا كل ما كان لنا المثقف اكثر قسوة كل ما كان المجتمع يجب ان يوضع مكان مقدس لايو انسان يطرح افكاره مهما كانت قاسية لان هاي القسوة هي اللي تنبه والصحي الناس مهما كانت قاسية وغريبة ومنفرة بالبداية لكن يجب الانتباه الى ضرورة احترام هذه المسألة صديق جاوب لي قال بان حضرتك شخص متقف وانه عندما نناقش اي دكتور دين اوي كان انتم دائما تذكرون السبي والغزو الناس والاطفال انا قلت انا ضربت هذا مثال لم اضربه لكي اقول لك انني اطعن في الدين او احاول ان اشوه الدين انا بالعكس اقول لك هذا منطقة الجدل والخلاف اه احنا نريد نحسم هاي المسألة انه هاي الاخطاء موجودة لدى الجميع وعلينا ان نخرج من حلبة الصراع ونحاول ان نناقش القضايا باريحية وبشكل منفتح ولا نفرض العين لنا ولا نقول نحن صحوة بحجة ان الله ورسوله قالها هكذا هذا الكلام هو سبب الاشكالات التي تحدث الفرقة بين الناس وان لم تحدث الفرقة تحدث الطاعة والخضوع والخنوع والتخلف فبالحالتين الحالة سيئة في جميع الاحوال ان سيطر رجل الدين او الدين على الناس فهذا السيء من اسوأ السيء وان ظهرت فرق او جماعات منافسة لهم فبالتالي هذا ايضا مسألة سيئة المسألة ليست مسألة فكرية الدين هو يعطيك نظام للحياة هذا النظام هو اللي يردني الناقشة لا اكثر ولا اقل اما ان تأتي من القديم وتقول لا هذا النظام يجب ان لا يمس يجب ان لا يتحلل لا 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 وكفر وكذا وكذا بدأت المشاكل وانت صحيح انت صارت لكن المجتمع انحط المجتمع تخلف الناس تخلفوا يجب ان نكون عقلانيين بالتفكير ونعرف بانه المشكلة هي مشكلة كيف نعيش كيف نحيان هاي هي هالقضية كلها شكرا جزيلا وااسف على اطالة عندي موء اتصار امير الفرابير رائع جدا تحياتي الى الصديق رائع ويقول يا رجل الديني حاول دائما يجر النقاش باتجاه وجود الله من عدم هي قضية ليست وجود الله هي وجود الانسان فهذا السبب ان انا ادخل معك في صراع انه الله موجودة غير موجودة لا نحتاجها جواب بسيط لان ليس كل المثقفين يفهمون القرآن الكريم وانت اولهم يعني هو شنو يفقهون القرآن يعني شنو يعني من يفقه وهالتفاسير مليون تفسير هسا جاي علي انت الان تقول لي المثقف لا يفقه القرآن الكريم يعني هو الف تفسير روح اسألهم قلهم ليش ما سويتوا الف تفسير قرآن يقول لك ان نزلناه قرآن عربيا مبينة ما الحاجة للتفسير اذا واصلا التفسير ما لا داعي ولا كداعي للفقه اصلا هو يقول لك مبين اذا غير مبين خلص ما نحتاجه بعد يعني ما احترامنا يعني ما احترامنا ما نحتاجه عصرنا هذا قصد وليس في الماضي الماضي الى الاحكام